مرحلة جديدة من مراحل صراع النفوذ في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تدخل فيها الصين بقوة على خط صراع لصالح الإيرانيين عبر اتفاق شراكة استراتيجية بين بكينا وطهران صحيفة والستريت جورنال الأمريكية ألقت الضوء في تقرير لها على الاتفاق الصيني الإيراني والتداعيات المترتبة عليها ليس فقط في الملف الإيراني بل وفي مجمل ملف الصراع بين الشرق ممثلا في الصين وروسيا ومعهما إيران وبين الغرب ممثلا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فبحسب والستريت جورنال فإن الاتفاق يشكل مثلا على اتحاد خصوم الولايات المتحدة لتعزيز طموحاتهم الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط كما سيساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية إذن تدفق السيولة النقدية من الصين سيخفف الضغط الاقتصادي على حكام طهران الذين يستثمرون هذه الأموال بالطبع في تمويل الحرس الثوري والميليشيات الموالية لها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وتحذر الصحيفة الأمريكية من أن إيران المدعومة من الصين ستكون أقل عرضة للضغوط للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي كما أن الأمر نفسه ينطبق على الحثيين الذين يستثمرون هذا الظرف الدولي الجديد للإمعان في مخططات السيطرة على اليمن وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة تحت مظلة حماية صينية روسية في أرويقة الأمم المتحدة كما أنه ليس بعيدا عن ذلك وضع الميليشيات في العراق وهي التي باتت تسيطر فعليا على المشهد الأمني وتأمن العقابة في كل مرة تقصف فيها بصواريخ مصالح التحالف الدولية أو البعثات الدبلوماسية في العراق ناهك عن أنها تستعد حاليا لخوض الانتخابات المقبلة لتضمن بقاء النفوذ الإيراني في العراق وتمدده ليس على حساب المصالح الغربية فحسب بل على حساب العراقيين أنفسهم